بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هنكمل ان شاء الله دروس الرياضيات للصف الثاني الاعدادي المنهج المصري الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي الفين وخمستاشر الفين وستاشر معاكم ناصر سلم هنبدأ ان شاء الله احنا خلصنا كده المنهج شرح الجبر خلصنا بالكامل وخلصنا نمازج الامتحانات هنبدأ النهار ان شاء الله حل نمازج الهندسة حل نمازج الهندسة ويريد تركز معايا وبكرر واقول النموذج اللي تسمعه وتشوف حله تقفل الفيديو وما تفهماش كررها تاني الفيديو معاك كرره مرة واتنين وطياتة حد ما تستوعب النموذج بعد كده امسك النموذج ومعاك شوية آآ ورق وابدأ حل النموذج كأنك قاعد في امتحان لو حلية الخمس نمازج دول ان شاء الله بازن الله تجيب درجة كويسة مع فهمك للدروس اللي احنا شرحناه النموذج الاول نبدأ على بركة الله السؤال الاول بولي اكمل ما يأتي المسلثان المرسومان على قاعدة واحدة ورأسهما على مستقيم يوازي القاعدة يكونان ايه يكونان متساويان في المساحة يكونان متساويان في المساحة في مثلث الف باق جيم اذا كان ادي الف باق جيم برسم حاجة كروكي قلنا ما تخمنش انا ارسم ادي الف ودي باق ايه ايه هتستغسر انت اي كده مفيش اي حاجة خالص يبقى انا برسم الف باق جيم قال لي مسلس الف باق جيم حطيت مسلس الف باق جيم اذا كان الف جيم تربيع زائد جيم باق تربيع يسوي الف باق يبقى الكبير اللي زاوية ايه يبقى زاوية جيم تساوي تسعين درجة لو ما رسمتش اتعرفها ازاي هتخمن لازم ترسمها رسم كروكي جده طيب قول اذا كانت النقطة الف للمستقيم لام تنتمي للمستقيم لام اذا كانت النقطة الف تنتمي للمستقيم لام فان ما سقط الف على لام هو الف يبقى احنا قلنا طالما الف تنتمي للمستقيم اللي بجيب على المسقط يبقى النقطة هتبقى هي هي الف مسقط الف هيكون الف ازاي كانت مساحة متوازل اضلاع خمسة وتلاتين سمتي يبقى انا عندي مساحة وطول احد اضلاعه سبعة سمت فان طول الارتفاعة يبقى انا عندي ايه مساحة متوازي الاضلاع يساوي القاعدة في الارتفاع القاعدة في الارتفاع انا كتبت القانون اعوض اعطاني المساحة هنا يبقى اشيل المساحة وحط الايه الخمسة وتلاتين يساوي القاعدة ما هو احد اضلاعه دي يعني القاعدة يبقى سبعة في الارتفاع مفيش مجهولة لغير الارتفاع يبقى الارتفاع يساوي خمسة وتلاتين على السبع يعني كام يعني خمسة سمتي اروح اعطت هنا خمسة سمتي بعد ما حلها طبعا شبه منحرف طول قاعدتين تمانية وعشرة وارتفاع خمسة يبقى مساحة شبهة المنحرف يساوي نص مجموع القاعدتين في الارتفاع تمام يبقى يساوي نص في اجمع القاعدتين يعني تمانية وعشرة كام تمنتاشر في الارتفاع خمسة على الاتنين فالواحدة على الاتنين فالتسعة يعني تسعة في خمسة بخمسة واربعين ايه سنتيمتر مربع بخمسة واربعين سنتيمتر مربع حاجة سهلة جدا ومباشرة وما فيهاش اي مشاكل السؤال الثاني في الف باق جيم ازا كان الف باق تربيع ارسم ادي الف باق جيم الف باق هو كبير يبقى هو بيتكلم عن زاوي نيم يبقى الف باق تربيع اكبر فان زاوي جيم هتكون ايه هتكون منفرجة اكبر يبقى منفرجة معين طول قطري ستة صمت وعشرة صمت مساحة ومساحة المعين يساوي نص حاصل ضرب الكطرين يساوي نص في ستة في عشر يعني تلاتة في عشر يعني تلاتين سنتيمتر مربع يبقى تلاتين سنتيمتر مربع المفروض يحط لي تلاتين سنتيمتر مربع ما يسيبهاش كده طيب ضلعان متشابهان النسبة بين طولي ضلعين متناظرين فيهما تلاتة الى خمسة تكون النسبة بين محيطيهما بكل ضلعين تلاتة الى خمسة يعني ايه يعني انا عندي مضلع ومضلع تاني النسبة بين ضلعين فيه ما هي الضلع الاول على الضلع التاني الضلع التاني التاني على الضلع التاني الضلع التالت على الضلع التالت الضلع الرابع على الضلع الرابع وكزا يساوي كام تلاتة على خمسة تلاتة على خمسة خلاص يبقى انا عندي مجموع اه محيط الاول على محيط الثاني. يساوي ايه? يساوي مجموع الاضلاع على مجموع الاضلاع. مجموع الاضلاع هنا كام? لو انا افتكرت المضلعان عدد اضلاعهم مثلا نون. يبقى ده يبقى كام? ده يبقى ثلاثة نون. ودة يبقى خمسة. يبقى الثلاثة محيط ايض. لو قلنا مسلا اضلاع متساوية. لو قلنا الاضلاع متساوي. يبقى محيط المضلع الاول تلاتة في عدد الاضلاع. تلاتة. في عدد الاطلاع. ومحيط التاني خمسة في عدد الاطلاع. تم عدد الاطلاع واحد يبقى عدد الاطلاع في رحمة عدد الاطلاع يبقى ثلاثة الى خمسة. وخدها قاعدة. خدها قاعدة. هي مش مكررة لكن موجودة في قولة سنوي. ولكن محيط المضلع نسبة على محيط المضلع الاخر يساوي النسبة بين طولي ضلع. يبقى طول ضلع على طول ضلع. يبقى طول ضلع على طول ضلع. خلاص كده? يعني النسبة بين طولي ضلعين هي النسبة بين محيط المضلع الاول على محيط المضلع الثاني. شبه يوم نحرف مساحته ميت سند. وارتفاع خمسة سمتي. تكون طول قاعدة المتوسط. يبقى نكتب القانون. يبقى مساحة شبهة المنحرف يساوي القاعدة. المتوسطة في الارتفاع. القاعدة المتوسطة في الارتفاع. يبقى انا عندي المساحة تساوي مية. القاعدة المتوسطة اللي انا عايزها. القاعدة المتوسطة. في الارتفاع كام? الارتفاع خمسة يبقى القاعدة. المتوسطة. سوى مية على الخمسة يعني كام? يعني عشرين سنطي. عشرين سنطي. يبقى الاجابة رقم الف. متوسط المثلس. يقسم سطح يقسم سطحه الى مثلثين متطابقين. متساويين في المساحة. متساويين في المساحة. متساويين في المساحة. يبقى المتوسط يقسم سطح المثلس الى مثلثين متساويين في المساحة. ما لاش علاقة بالتطابق ولا بالتشابه ابدا. ثلاثة. مثلثان. متشابهان. اطوال اضلاع احدهما تلاتة واربعة وخمسة ومحيط الاخر ستة وتلاتين ومحيط الاخر ستة وتلاتين اوجد اطوال اضلاع المثلث الاخر معايا يبقى انا عندي ايه يبقى محيط الاول على محيط الثاني يساوي طول طلع او نكتبها لكم احسن نرسمها احسن عشان يبقى الحل النموذجي انا عندي مسلسة هوت ايه دي مسلس وليكن الف ده تلاتة اربعة خمس مش هتفرق بقى الايه وهنا ده مسلس سين سات عيد سين سات عيد ده المحيط بتاعها ستة وتلاتين المحيط ستة وتلاتين يبقى نقدر اقول ايه او الالف بق على سين سات يساوي الف جيم على سين عيد يساوي بق جيم على سات عيد يساوي محيط الف بق جيم على محيط سين سات عيد اكتب للقاعدة دي وعوط اكتب القاعدة دي وعوط الف بق بكام بتلاتة على سين سات يساوي الف جيم بكام بخمسة على سين عيد بق جيم بكام باربعة على سات عيد يساوي محيط ده كام هنا هجمع تلاتة واربعة سبعة سبعة وخمسة اتناشر يبقى اتناشر على كام على ستة وتلائف ورجات هيا ده قيمة معروفة يبقى قدر اجيب اي حاجة من هنا نختصرها شوية كده يبقى على الاتناشر فيها الواحد على الاتناشر فيها التلات يعني معناته تلاتة على سين سات يساوي خمسة على سين عيد يساوي اربعة على سات عيد يساوي واحد على كام واحد على التلات باخد واحدة مع اللي هو كامل ده باخد واحدة مع اللي هو كامل يبقى سين صاد يساوي ايه تلاتة في تلاتة يعني تلاتة سين صاد في واحد يبقى الضلع في واحد على طول يعني سين صاد هادينا تسعة صمت طيب سين عين هيساوي خمستاشر صمت صاد عين هيساوي اتناشر صمت بالسهولة دي ايه بالسهولة دي بالسهولة دي كمان مفهومة كده المثال ده سؤال كامل يعني انت اخدت درجة سؤال كامل ربع الامتحان او خمس الامتحان لو انت فاهم انت بتعمل ايه تمام اه باق واللي في الشكل الف باق جيم دال متوازي اضلاع سين تنتمي لالف باق سين تنتمي لالف باق وساط تنتمي لالف دال وساط تنتمي لالف دال مزبوط بحيث كانت مساحة مسلس جيم باق سين جيم ادي جيم باق سين هذا المسلس جيم باق سين يساوي مساحة مسلس قراءة المسألة وخاصة في الهندسة تسعة وتسعين في المية من الحل قراءة المسألة جيدا مساحة مسلس جيم صاد دال ممتاز جدا اه يبقى المسلس ده دول المتساويين في المساحة دول متساويين في المساحة اثبت ان سين صاد فين سين صاد ادي سين صاد يوازي باق دال يوازي باق دال يوازي باق دال يوازي باق دال يبقى عشان اثبت دول عين متوازيين دول عين متوازيين بالنسبة لله كتير طبعا ان انا بعيدا عن الزوايا المتناظرة او الزوايا المتبادلة اللي بتعمل حرف زلا ان انا اثبت اه اثبت ان وجود شكلين وجود شكلين اه اه محصورين بين هذين الضلعين او مثلتين محصورين بين هذين الضلعين زعتهم واحدة يبقى انا المطلوب ايه بقى يبقى انا هزبط المطلوب شوي يبقى انا عايز لو انا اقدر تثبت ان الضلع ده يقع على ايه على المسلس سين بقدال والمسلس صاد بقدال لو انا اقدر تثبت ان هم متساويين في المساحة يبقى سين صاد يوازي بقدال على طول وانت مغمط لانه ده المسلسين يقعان على قاعدة واحدة ورأسهما على الضلع لازم يكون الضلع يوازي هذه القاعدة طيب ايه اللي عطهوني عطاني المساحة المسلس ده مساحة هذا المسلس معي طيب ازاي اثبت بقى ازاي اثبت انا هفكر معاك انا طبعا انا محلتش المسألة قبل كده فانا بفكر معاك طيب عطاني مساحة المسلس ده. عطاني مساحة المسلس ده. تسوي مساحة المسلس هذا المسلس. طيب انا عايز المسلسين التانين. ادخلهم ازاي? مسلسين الداخل. اه ها. وهنا قال لي اي? الف باء جيمدال. الف باء جيمدال. ده متوازي اطلع. يعني الف باء يوازي جيمدال. ممتاز جدا. طيب انت مش ملاحظ المسلسين دول. دال سين باء وجيم سين باء. دول ما لهم? مرسومين على قاعدة واحدة ولا ايه? والضلعين متوازين. يبقى متساويين في المساحة. يبقى هذا المسلس يساوي المسلس ده. تمام? نكتب الكلمتين الجمال دول اللي في المنتهى الرواعة دول. يبقى انا له كده بحق حل نموذجي. اه بمأنه. الف باء جيمدال. متوازي اضلع. تمام? ايه استفيد انا من كلمة متوازي الاضلع ده? يبقى الف باء يوازي جيمدال. طيب ما هو سين ديت تنتمي لالف باء. يبقى ازا سين باء يوازي دال جيم. سين باء يوازي دال جيمدال. ممتاز جدا. يبقى المسلسين اللي بيقعوا عليه بقى ازا مساحة مسلس سين دال. باء تساوي مساحة مسلس دال آآ سين باء جيم. سين باء جيم. سين باء دال. تساوي مساحة المسلسين ده خليتها خليها دي رقم واحد. ممتاز جدا. بالمثل. بالمثل. نفس الفكرة هو. وبما ان. الف دال يوازي باء جيم. وصات تنتمي لالف دال. يبقى ازا سات دال يوازي باء جيم. صات دال ده مش بيقع عليه مسلسين اهوت. مسلسين. يبقى مساحة مسلس. صات دال باء تساوي مساحة مسلس دال باء جيم دال باء جيم دي رقم اتنين. هنا ايه? انا ملاحز ان مسلس دال باء جيم وهنا مسلس سين باء جيم. يفكرك ده حاجة? دال صات دال صات باء. يساوي مساحة مسلس. صات دال جيم. صات دال جيم. صات دال جيم وسين باء جيم. ما اعطوني هو بما ان مساحة مسلس. جيم باء سين. تساوي مساحة مسلس. جيم صات دال. طيب اشتبهم من الطرفين. يعني يعني ده المسلسين دول متساويين. يبقى ازا ازا مساحة مسلس. صات دال باء تساوي مساحة مسلس سين باء دال. صات دال تساوي مساحة مسلس سين باء دال. وهما. وهما قلوا كده. وهما مرسومان على قاعدة واحدة. ورأسهما على مستقيم. يبقى ازا سين صاتي وازي باء دال. سين صاتي وازي باء دال. انا متأكد ان انت هتكتب اه الحل احسن مني. لو انت فهمته. لو انت فهمته. يبقى انا ايه? انا في متوازن اضلع. سين باء بيوازي دال جيم. واشوف المسلسين اللي مرسومين عليه. يبقى ازا مسلس مساحة مسلس سين دال باء تساوي مساحة مسلس سين جيم باء. ده اول واحد. نفس الفكرة. صات دال يوازي باء جيم. يبقى مساحة مسلس صات دال باء يساوي مساحة مسلس صات دال جيم. طبعا عندي صات دال جيم يساوي سين باء جيم. ازا مساحة مسلس سين دال باء ايضا هتساوي مساحة مسلس صات دال جيم. ودول مرسومين على آآ قاعدة واحدة ورأسهما على آآ مستقيم وبأيزا المستقيم اللي عليه الرأس يسوي المستقيم اللي عليه القاعدتين. او القاعدة. بفهم المثال عيده تاني. لو انت ما فهمتوش عيده تاني بس انا متأكد ان شاء الله ان انت فهمته بشكل جيد. طيب. بقول الخط بتاعنا الجميل ده. الف باق جيم مسلس. الف دال عمودي على باق جيم مزبوط جدا. باق دال يسوي اتنين سمتي. وجيم دال تمانية سمتي. والف دال اربعة سمتي. اثبت ان قياس زاوية باق الف جيم. باق الف جيم تسوي تسعين. باق الف جيم عايز يثبت ان هذه الزاوية تساوي تسعين درجة. انا اشوف ايه? هو مش اعطي لي اي حاجة. يعني ايه ممكن اثبتها باقليدس. بس ما فيش حاجة عندي اسمها عكس اقليدس. يعني ايه? يعني مثلا لو انا قلت له. لو هي اقليدس. لو يبقى اقليدس بتحقق اقليدس. يبقى الف دال تربيع يساوي باق دال في دال جيم مزبوط كده? طب هل ده بتحقق? يبقى الف دال تربيع يساوي كام? يساوي اربعة ساربعة بستاشة. طيب باق دال في دال جيم يساوي كام اتنين في تمانية بستاشر. حققت اقليدس يبقى تقول له زاوية الف قائمة على طول. يبقى قياس زاوية الف قائمة. قياس زاوية الف قائمة. معي. بس انا ما عنديش عكس اقليدس. ما عنديش انا عكس اقليدس لذلك احنا نحلها بالايه? بالطريقة العادية خالص. نحلها بالطريقة العادية. يعني انا هجيب طول الف جيم وهجيب طول الف باء وربع واثبت ان ايه? بعكس فيه صغرص العادية. بعكس فيه صغرص. دايما. يبقى تقول له ايه في مسلس الف دال جيم القائم في دال. الحل اللي انا حلاته الاول في منتغة الاحترافية. ولكن مش ممكن ما يكونش مكرر علينا. طيب. الف جيم تربيع. هي يساوي الف دال تربيع زائد دال جيم تربيع. يبقى الف جيم تربيع هي يساوي الف دال بكام بستاشر لما ربعها. يبقى وتمانية لما ربعها اربعة وستين يبقى كام اربعة وستة اه واحد وستة كام سبعة واحد تمانية. يبقى الف جيم تربيع يساوي تمانين. خليه تمانين. مش مش ضروري الجبلة يا جازر يعني. خلاص فيه مسلس. الف باء دال القائم في دال. يبقى الف باء تربيع يساوي. الف دال تربيع زائد باء دال تربيع. يبقى الف باء تربيع يساوي. الف دال بكام بستاشر زائد اربعة يدينا كام يدينا عشرين. طيب. باء جيم تربيع يبقى باء جيم تربيع يساوي. عشرة يعني عشرة كام مية. خلاص كده. يبقى هنا ملاحظ ايه? دي تمانين ودي عشرين. يبقى ازا من واحد واتنين وثلاتة. يبقى دي واحد ودي اتنين ودي تلات يبقى باء جيم تربيع يساوي الف باء تربيع زائد الف جيم تربيع يبقى ازا مسلس الف باء جيم قائم في زاوية اللي هي مقابل الباء جيم اللي هي زاوية الف في الف وهو المطلوب او ممكن تقوله بطريقة تانية انه هو كتبها لك ان قياس زاوية باء الف جيم يساوي كم درجة? يساوي تسعين درجة. دي طريقة ودي طريقة. بس طريقة اقليدس لان انا ما عنديش عكس اقليدس. ما ما خدتش انت حاجة اسمها عكس اقليدس. طيب باء. بولي الف باء جيم ده المتوازي اضلع. يبقى انا ارسم كده ده متوازي اضلع. الف باء. الف باء تمنتاشر صمتي تمام. ده خمستاشر صمتي. وباء جيم اتناشر صمتي. باء جيم ده اتناشر صمتي. رسمت دال هاء عمودي على باء جيم. دال هاء عمودي على باء جيم. دال هاء. يبقى انا رسمت من دال هاء عمودي باداة قطع فيها. ودال هاء عمودي على الف باء. ورسمت. من هنا دي. دال هاء. على السلم صحة. انت مركز معي ولا لا? دال واو. يبقى دال واو. عمودي على الف باء. يبقى دال اهي. اه. يبقى دي دال واو. عمودي. عايز يحسب مساحة المتوازي الاضلع الف باء جيم دال. عايز يحسب مساحة متوازي اضلع. يبقى انا ايه? يبقى ده تلام عمودي. هو هنا اعطاني دال هاء. دال هاء كان بخمستاشر صمت. دال هاء بخمستاشر صمت. عايز يحسب مساحة متوازي الاضلع الف باء جيم دال. يبقى مساحة متوازي. الاضلع يساوي القاعدة في الارتفاع. يبقى انا اشوف الارتفاع اللي اعطوني والقاعدة اللي اللي اعطاني. يبقى دال ارتفاع خمستاشر يعطوني لانه مش عاطيني ده. يبقى دال ارتفاع يعطوني. يبقى ايه القاعدة بتاعته اتناشر. يعني هيساوي اتناشر في كام? في خمستاشر. اضرب اتناشر. ايدي خمستاشر اتناشر. خمسة بعشرة. يبقى تلاتين. وهده خمستاشر. يبقى سفر تمانية. يبقى مية وتمانين سنتيمتر مربع. تمام. عايز طول دا واو. اعكس بقى. من نفس الفكرة جيد. يبقى مساحة متوازي. الاضلاع يساوي القاعدة في الارتفاع. ده ارتفاع ايضا. اما مساحة المتوازي اضلاع جبناه يبقى مية وتمانين. القاعدة كام? اللي هي اه حسب الارتفاع بتاعها دال واو. يبقى تمنتاشر في دال واو. يبقى دال واو يساوي ايه مية وتمانين على التمنتاشر يعني عشرة سنتين. ما فيش بقى متاهلة اسهل من كده ولا اتفاع من كده حاجات سهلة جدا جدا محتاجة منك ان انا اقرأ المسألة وارسمها بشكل جاي كده وانا ايه وانا اه وحل المسائل كده وانا ايه وانا اه يعني مش مش متدايق ولا حاجة احس بايه بمتع وانا بحل المسألة تمام? واللي في الشكل المقابل دال هاق واو مسلس قائم الزاوية في هاق تمام. هاق نون عمودي على دال واو خلاص يبقى ده شكل اقليدس شكل اقليدس هوت. يبقى دال نون يساوي ستاشر صمتي دال نون ستاشر صمتي. ونون واو وتسعة صمتي. اوجه الطول كلا من. هاق نون عايز بقى هاق نون فين هاق نون? هاق نون وهاق دال وهاق واو. يبقى اه المثلس ممكن تكتب له الجملة ديت المثلس يحقق شروط نظرية اقليدس. ايه شروط نظرية اقليدس? ان انا عندي زاوية طائمة ونزلت منها عمود على الوطر اه قطع في دال ويبقى هاق نون عمودي على دال واو. يبقى يتحقق شروط نظرية اقليدس. نجيب ايه? نجيب هاق واو. يبقى هاق واو تربيع يساوي. واو نون في واو دال. يبقى هاق واو تربيع واو نون بكام واو بتسعة في واو دال كلها خمسة وعشرين. يبقى هاق واو هاق واو يساوي جزر التسعة تلاتة وجزر الخمسة وعشرين الخمسة يعني دينا خمستاشر صمد. تمام. جيبت هاق واو. نجيب هاق دال. يبقى هاق دال تربيع يساوي. دال نون في دال واو. يبقى هاق دال تربيع يساوي. ده النون كان بستاشر في خمسة وعشرين. يبقى ده اخو الجزر الستاشر اربعة جزر الخمسة وعشرين خمسة يعني ادينا عشرين سنتي. طيب عايز ايه? ها نون. ها نون تربيع يساوي نون دال في نون واو. يبقى ها نون تربيع يساوي نون دال ستاشر سمتي في نون واو وتسعة سمتي يعني هيدينا يبقى ها نون يساوي تلاتة في اربع يدينا اتناشر سمتي. عشرين سمتي. فيها اي مشكلة? تطبيق مباشر على ايه? على نظرية اقليد. ساتمنى ان شاء الله يكون استفدت وقف الفيديو وامسك النموذج وحله انت كاملا بنفس الخطوات اللي انا حلت بها دي ادوى وما تتأكد ان انت حلته تماما نخش على النموذج التاني اشوفكم في النموذج التاني والسلام عليكم.